زميلي غير مسلم هل يولي مصافحته ومعانقته والقبل على الخد لزميلي غير المسلم عند المقابلة سؤال مش غلط السؤال المجاورة في الأوطان رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت مشاربهم أو تباينت عقائدهم طيب وهي ميثاق على البر والقصد والسلامة من الأذى وتنشئ لحمة اجتماعية يترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق ما تحدده القوانين والنظم السارية وقد قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا عليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون البشاشة عند اللقاء من جملة البر والقصد المأمور به في العلاقة مع الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين وقولوا للناس حسنا أما الالتزام المعانقة والتقميل فليس من السنة اعتياده في كل لقاء ليس من السنة لا مع المسلمين ولا مع غير المسلمين إلا لغائب أو لقادم من سفر أو عند تجدد نعمة واحد خرج من السير المسل نعتنقه يعني تهنئة له على النعمة التي تيدعت له في صحيحة المذية عن أنس بن مالش قال لله يا رسول الله الريل منا يرقى أخاه أو صديقه ينحني له قال لا فيلتزم ويقبل قال لا فيأخذ بيدي ويصفحه قال نعم للقاءة العامة لكن رخص في التقبيل والمعانقة بين الرجلين والمرأتين للقادم من سفر أو لطول غياب أو عند تجدد نعمة أو عند مواساة في مصيبة ونحوه أو عند اجتدار الشوق إلى الصديق مدام هناك سبب يدعو إلى ذلك كالعودة من السفر أو طول الغياب ولو لم يكن عن السفر وابن القيم في ذات المعاد يقول وكان يعتنق القادم من سفره النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث جابر لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان عليه عمل الصحابة يقول أنس كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا حديث جميل جابر بن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا ثم قدمت عليه الشام فيذا عبد الله ابن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبا مش مسد أنه جابر بنفسه بشخصه جاين الغيث عنده فاعتنقني واعتنقته سفى شهرا لكي يحصل على حديث عند هذا الرجل قل ييده عند غير حرص السلف الصالح على طلب العلم